على المرأة التي تردح نفس السؤال التي يتطرح بالنسبة لوندون يتطرح بالنسبة للمرأة التي ترضيعها من الأفضل من الأفضل التي لا تصورها المرأة الحاملة شكل المرأة التي ترضيعها شكل آخر إذن أهلك المرأة التي تردع يعطيها طاقة جدا هامة لهذا الجنين ومن الأفضل لا تصوم ولكن إذا كنت تستحمل لك النهار ويمكنها تصوم ولم يأتي لها رخيفة السوكة ولم يأتي لها الضوخة يمكنها تردع ولم يأتي لها مشكلة المرأة الحاملة التي أخذت أكبر عدد السوائل سيبقى الحلية لا يوجد مشكلة في شهر المرأة الحاملة كان هذه الأشخاص الثالثة كثيرة الأولى، والثالثة 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 الأولى وهذا النهار المتقدم وموذي الجنين إذن المرأة التي لم تكن تستحمل هذا الصيام لا تصنف في الثالث الأولى وتنتهي إذا كنت هناك التوازن عنها تنعود نقررها ونكررها ديال التغذية سوف يمكنها تصوم ولو في ثلاث شهر لولا غير من الأساسية اللي يجب الناس يفهموه وهو أنها ستكون توازن في التغذية الشهر الأخرى ما كانش المشكيل اللهم إلا كان بعض الأمراض بحال يقتلك بحارتيب على الضغط بحال السكار بحال فقر الدم إلى آخر أنا ما يمكنها تصوم وفي ثلاث شهر ثانية ورا في ثلاث شهر ثالثة يعني كل حالة حالة حاصة في حقيقة الأمر كل حالة حالة خاصة لأن المرأة ستستحمل لك النهار ستصوم وما تعرفوها بنفسهم الحاجة الخطيرة وهو انخيفة سكار ياريبوغليسامي وانشيفاف يعني لدي الضغطات